أكثر من 3000 طن من صفائح الألمنيوم أي ما يعادل 100 مليار دينار هي قيمة محجزات مصالح الجمارك في ميناء يبجايا والعاصمة بعد محاولة أحد المصدرين الصينيين التحايل على الجزائر مصالح الجمارك تحركت بعد تقارير مفصلة رفعت لها حول نشاط شركة جويمي الصينية المخالفة للتشريع الجزائري الحديد والألمنيوم الصيني والفاتورة بريطانية تارة وإماراتية تارة أخرى في أخر تلاعبات شركة جويمي الصينية للحديد والألمنيوم التي تصدر منتجاتها إلى الجزائر منذ سنة 2013 هذا أهم ما جاء في تقرير رفعه اتحاد مصدري الألمنيوم إلى المدير العام للجمارك الجزائرية شان دي دي صاحب شركة جويمي الصينية متعددة الفروع تتواجد في كل من بريطانيا والإمارات العربية المتحدة يستعمل فروع شركته للتحايل على الجزائر حيث يقوم بتصدير ألمنيوم للجزائر بفواتير مضخمة بحيث يصدر الألمنيوم من الصين ويعد فواتير على أساس أنه ألمنيوم بريطاني أو إماراتي مكاتب استراد شركة جويمي المعتمدة في الجزائر تخالف قانون الاستراد وتقوم بتصريحات جمركية مزورة تنشئ صفقات وهمية لاقتناء الألمنيوم من أجل تحويل غير شرعي للعملة الصعبة والتهرب الضريبي ترجمة نانسي قنقر